فخلينا نقول الراجل يعني بدأ بمحمد عبد المنعم وعلي جبر محمد هاني وحمدي وقفل بطريقة لعب المعتادة تلاتة في نص الملعب مروان وحمدي وحمدة وفي الهجوم كان مصطفى فتحي ومرموش ومصطفى محمد خلينا نقول يمكن منتخبنا دخل في المباراة متأخر شوية يمكن قعد منتخبنا يمكن الفترة الاولانية اول 15-20 دقيقة ما كانش فيه خطورة على مرمى اسيوبيا يمكن منتخب اسيوبيا حاول انه هو ينقل الكرة وهم كانوا بينقلوا الكرة كويس في نص الملعب وحاولوا انه هما يوصلوا وبدأوا انه هما يسددوا من بداية المباراة يمكن التراجع بتاع منتخبنا في اول ربع ساعة هو اللي ادى في اسيوبيا الفرصة انه هي تلعب بشكل كبير في نص ملعبنا ولكن بعد ما فاتت 15-20 دقيقة الاولى ابتدى منتخبنا يشتغل بطريقة كويسة ابتدى يبادر بالهجوم ابتدى يبقى فيه زيادة عددية ابتدينا نشوف ان السلسل الهجومي ازاي حمدي فتحي بيطلع علشان يزود الحتة دهية ويبقى رباعي هجومي وابتدينا نشوف سلسلة من الفرص الضائعة بالنسبة لمنتخبنا وشوفنا ازاي ادنا ان احنا نتقدم في الديئة 37 بهدف المباراة الوحيد اللي سجله مصطفى فتحي مصطفى فتحي طبعا لقدم مباراة كبيرة او خلينا نقول يعني على الخصوص شوت اول يمكن كان هو نجم الشوت الاول اكتر واحد اشتغل من منتخبنا كان ليه شكل كبير وخطورة كبيرة جدا على مرمى اسيوبيا وكان ممكن ان هو يسجل غير الهدف اللي سجله من متابعة تسديد مرموش كان يقدر يسجل هدف واثنين برضو يعني مصطفى محمد اشتغل بشكل كويس خلينا نقول برضو علشان نبقى فاهمين وطبعا حضراتكم بتفهموا دلوقتي في الكورة احسن مننا بكتير خلينا نقول ان لو بصيت على الفرقة وعلى اداءها يمكن تشوف ان الاداء الشوت الاول كان افضل بشكل كبير من الشوت التاني ويمكن الشوت التاني ابتدت الدنيا تنزل شوية واللياقة البدنية تهبط شوية ويمكن ده اللي ادى فرصة لفرقة اسيوبيا انها تظهر ببعض الهجمات المرتدة اللي كان فيها خطورة بشكل كبير على منتخبنا ولكن لازم الناس تبقى فاهمة ان احنا لسه في بداية موسم ومش مطلوب من اللعيبة اكتر من اللي هم ادوه النهاردة لانك انت في بداية الموسم ما بتبقاش جاهز بنسبة مية في المية ويمكن حتى مصطفى فتحي اللي احنا بنقول ان هو نجم الشوت الاول شفنا حتى الشوت التاني حصله هبوط في الحتة البدنية بشكل كبير ولكن اما هبط مستوى مصطفى فتحي البدني شفنا مصطفى محمد كان هو نجم الشوت التاني وابتدى يشتغل بشكل كويس لان طبعا مصطفى يمكن شغال وابتدى يخش في المنافسات بالعكس كمان ده مكسر الدنيا والراجل هداف في الدوري الفرنسي وان شاء الله يعني شكله ناوي على موسم قوي جدا شفنا مصطفى شغال بشكل كويس حافظ روي فيتوريا على الشكل والاداء على مدار التسعين دي اما فكرش ان هو يغير كتير في الشكل وفي الخطة حتى يمكن شفنا تغييراته كانت دايما تغييرات مركز بمركز هنواضح ان هو عايز يحافظ على الشكل شفنا بقى في التغييرات شفنا بيدي ابراهيم عادل الشوت التاني اما فكر ان هو يريح مرموش ونزل برضو ابراهيم عادل عارفين ان هو ابراهيم عادل كابتن فريق منتخبنا الولمبي ولعب من اللعبة الوعدين نزل برضو اشتغل فترة اللي لعبها اشتغل بطريقة كويسة والنحية التانية حتى في تغيير مصطفى فتحي برضو مركز بمركز بتنزل زيزو برضو يمكن في الديئة ستة وستين الراجل حب ان هو يريح مروان عطية فابتدى التفكير في طارق حامد واحد يعني من المخضرمين ومن كباتن الفرقة واستلم الشارع اول ما نزل وحتى شفنا يعني بعد كده حمدي فتحا مخرج وشفنا سام مرسي فالراجل كان شغال مركز بمركز حتى مع اصابة محمد حمدي في الاخر شفنا احمد فتوح برضو نازل في نفس المركز فخلينا نقول مكسب مهم جدا لمنتخبنا واكيد فيتوريا سعيد بالمكسب ده لان دلوقتي الراجل برضو لسه ماشي في سكة العلامة الكاملة ناس كتير تتكلم ناس تقول يمكن احنا ما بنواجهش لسه المنتخبات القوية ولكن خلينا نقول برضو الراجل مش زنبو انه هو لحد الوقتي دي منتخبات موجودة دي قرعة محطوطة المنتخبات اللي وجهها ادى فيها بشكل جيد ما ننساش ان الراجل اه لعب النيجر ولعب ليبيريا ولعب جنوب السودان كسب تلاتة 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 في المباريات الودية دي ولكن برضو نفكر ان الراجل لعب منتخب بلجيكا في اخر استعدادات بلجيكا قبل كاس العالم الماضي وعمل مباراة كبيرة جدا ولا اروع وقدر انه هو يفوز على منتخب بلجيكا اتنين واحد وبعد ما الراجل اشتغل في التصفيات كلنا كنا عارفين البداية كانت مهزوزة شوية فوز على غينيا في استاد القاهرة بهدف يمكن عكسي من المدافع وبعد كده الماتش السيء في اسيوبيا ولكن الراجل بمجرد ببتدى يشتغل ملاوي رايح جاي ببتدى يشتغل غينيا اسيوبيا لا الدنيا بقت احسن الراجل بيكسب كل الماتشات اما بقول انه هو في تمام مباراة مسجل عشرين هدف ده شيء كويس